مساء الخير في بيوت كتير في مصر عاملة زي الداربي أو بطولة الدوري فريق قصد فريق الحياة ما بينهم منافسة تكتيك فرق نقط ريمونتادة طول الوقت زي هاجر بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا أنا وبابا واخواتي في فريق وماما الوحدها فريق تاني خالص ومع ذلك عايزة تمشي كلامها علينا كلنا طب ليه البيت أصلا يتحول لفريقين ضد بعض ويا ترى لما هيختلفوا بقى على موضوع مصيري بيمسى حياة كل أفراد الأسرة هيتصرفوا ازاي؟ تعالوا نسمع الحكاية من الأول ونشوف هاجر بعتت تقول لنا ايه؟ اسمي هاجر وعندي 24 سنة قصتي يا سالي أني حبيت أخو جوز أختي وهو إنسان محترم جدا كله رجولة وشهامة في صفات كتير حالوة والناس في منطقتنا بتشهد له كده وعلاقتنا حاليا قصة حب أي معلل الاحترام ما فيهاش حاجة تغضب ربنا الحمد لله بنشوف بعد كل فترة في المناسبات بيتطمن علي مرة كل أسبوع أو عشر تيام احنا مش بنتكلم كتير عشان نحافظ على إن علاقتنا يبقى فيها شوية بركة واحتراما لأهالينا اللي مش كلهم يعرفوا إننا بنحب بعض هو بيحبني جدا أنا كمان بحبه قوي مستعدة أعمل عشانه أي حاجة في سبيل إننا نكون مع بعض آخر التطورات إنه عرف مامته وأخوه وأختي وقال لهم أنا عايزها وبحبها ويعتبر خلاص هيجي يكلم بابا بعد ما استنى فترة يزبط فيها حاله كويس عشان هو قال لي لازم أعملك اللي يليق بيك لما تقدملك والحد هنا كل حاجة ماشية تمام ما فيش أي مشاكل بس الخوف بقى كله من اللي جاي طب إيه مدام بيحبك وبتحبين وخلاص الحمد لله ومبسوطة منك جدا بيترعوا ربنا في قصة حبكم اللي حواليكم عرفوا إيه اللي يخوف بقى دعوا نشوف المشكلة كلها يا سليف ماما اللي شايلة ومحوشة مشاكل قديمة مع أهل جوز أختي خايفة إننا وأخوه ندفع تمانها الموضوع باختصار إنه كان فيه واحد متقدم لأختي زمان قبل ما تتجوز جوزها الحالي والعريز ده ماما كانت موافقة عليه جدا هي وأختي بس بابا وأنا وباقي إخواتي وكمان عمامي ما كانوش موافقين بسبب إنه ظروفه ومكانته الاجتماعية ما كانتش نفع معنا خالص ولا تليق بينا نهائي كانت حياته متعبة ده غير مستوى أهله والمنطقة اللي هو منها إحنا مش بنقلل من حد ولا ابن تعالى لسماح الله بس قبل أي حاجة في قصة الجواز دي هو التكافؤ بين الطرفين لازم يكونوا شبه بعض في حاجات كتير زي التعليم والبيئة الاجتماعية والمستوى الاجتماعي بين الأسرتين عشان يعيشوا مرتاحين مع بعض ناس كتير ارتبطت وقالت مش مهم الفرق وهنعوضوا بعدين وحصلت بينهم مشاكل واخناقات وسبوا بعض في الآخر ومع رفضنا ومناقشتنا مع أختي بالراحة أختي في الآخر اقتنعت مرتبطتش بالشخص ده لحد ما تقدم لها حد تاني محترم وفيه كل الصفات الحلوة وظروفه مناسبة مع ظروفنا كلنا وافقنا عليه إلا ماما ليه وليه مع من لاش اللي عايزاه الموضوع قلب عند مع ماما حاولت تفاركش الجوازة بكل الطرق حصلت مشاكل كتيرة وعيشتنا في فترة الخطوبة سنة صعبة جدا كانت أسوأ سنة في حياتنا وحياة أختي بالذات كل ده بدون أسباب منطقية المهمة في الآخر أختي اتجوزت الحمد لله وعد على خير بس الموضوع فضل مكمل مع ماما في العند والغضب لأننا من وجهة نظرها جوزنا أختي بالغصب مع إن محدش فينا غصبة على حاجة وكانت مقتنعة ورادية حاولنا كتير نفهم أمي إن أختنا هي أهي قدامك مبسوطة ومرتاحة ومعاها طفل من جوزها وعيش حياتها حلوة جدا وعمرها ما تكلمتنا واشتكت ولا جت لنا زعلانة طالما بنتك مرتاحة خلاص أظن ما فيش أم بتبقى عايزة حاجة غير رحة ولدها بس ماما ترجع وتقول أنتو جوزتوها غصبا عنها وعني أنتو متخيلين إن أختي تجوزت من غير أم وفضلت أمي بعد الفرح لمدة سنة رفضة تروح لبنتها نهائي وفين وفين لما وفقت ترجع تكلمهم أختي وجوزها بس معاملتها جفة مع جوزها وأهله ومع ذلك استحملوا أسلوبها وطريقتها عشان خطرنا وبصراحة والله ناس ما قابلتش زيهم في حياتي استحملوا كل ده ما حدش مثلا اعترض تخاني أو رد عليها نهائي ووصل الأمر إن أختي حلفت إنها مش هتيجي عندنا البيت تاني بسببها أمي يا سالي عمرها ما غلطت نفسها أبدا ولا بتعرف تقول أنا أسفة ودايما تقول أنا عمري ما غلطت في حياتي وعندها أنانية بشكل غير عادي وأساوة قلب مش ممكن حسب ما قريت شوية في علم النفس تبعت المصطلحات اللي بقت منتشرة على السوشيال ميديا لاحظت إن أمي بينطبق عليها كل الصفات الموجودة في الشخصية النرجسية والله يا سالي أنا لحد اللحظة دي حياتي مجرد تأديت واجب مش حاسة إني عايشة بسببها ولولا أخو جزء أختي اللي ارتبطت بيه وحبني وحبيته الله أعلم حالتي كتتبقى عاملة إزاي مع العلم إن أنا وإخواتي مش بنزعل ماما أو بنعملها وحش بس فعلا مش عارفين نتعامل معاها دايما متقسمين لفريقين بسببها في البيت فريق فيه كل أسرتنا وأمي الوحدة فريق متخيلين المهم دلوقتي علاقتي أنا وأخو جزء أختي بقيت على المحك خايفة جدا من اللي جاي لأن ارتبطي بيه هيفتح الملفات القديمة وهيدوس على الجرح وماما مش هتسكت والموضوع ده أكيد هيكون فيه رفض من ناحيتها وهتحصل مشاكل كتير قوي وأنا ما بقتش عايزة ولا أدرة أخلي بابا واخوتي يعيشوا فهم هو مشاكل تاني ولا الإنسان اللي بحبه عايزة هو كمان يشوف اللي أخوه شايفه فترة ارتباطه بأختي عشان هو والله حرفيا ما يستهلش كده ولا مامته ولا أهله يستحقه من فترة ماما حست إن في حاجة بيننا وشفت الوش اللي أنا كنت خايفة منه فكلمت الشخص اللي معايا ورسيته على كل حاجة واتفقت معايا يجي يتقدم على طول عشان هي مستنية في الوقت ده إن أي حد يجي يتقدملي عشان تحاول بأي شكل تخليه نوافق عليه والموضوع يمشي بالعند في أنا وهو وعيلته اللي دخلة معاهم طبعا تحدي حبيبي قال لي أنا هستحمل عشانك وهستحمل مامتك عشان هي في مقام والدتي المهمة في الآخر نكون مع بعض بس كل أزمتي دلوقتي يا ترى هيقدر يستحمل لحد قيمت يا ترى ماما هتعمل نفس اللي عملته ولا ممكن تعمل أكتر والغضب والعندي يخليها تتمادى توصل بقى للافل الوحش معا وبعدين يا سالية على طول بتغلط وتسب في العيلة دي مش عاكبنا في أي حاجة مع أنهم والله ناس زوق جدا وإحنا نعرفهم ومعشرينهم بقلنا ثلاث سنين وأنا والشخص ده بقلنا ثلاث سنين بنحب ببعض فأنا دلوقتي خايفة ومحتور مش عارفة تصرف إزاي قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه الأمهات أخم الأمهات لحد هنا خلصت رسالة هاجر صعبة صحة حاجة صعبة جدا تلاقي أفراد البيت كلهم بيتحولوا الفريقين أنا وماما وإخوتي في فريق ومش عارفة بابا فين أو ماما في فريق وإحنا كلنا ضدها كل واحد عايز يكسب ويمشي كلامه طب فين بقى إن إحنا نتفهم مع بعض وإن إحنا نقض مع بعض على صفرة واحدة ونقض نقش كده هنمشي الدنيا إزاي إيه ده هاجر بتقول إنه مامتها من الشخصيات الصعبة اللي مش نحن نقلبها بالكلام كده ونراضيها وكده طب دي نحل معها إزاي طيب في حاجة اسمها في الآخر الحب هينتصر ولا ممكن بقى الأم تاند لحد من المشاكل هي اللي تكسب حاجة كمان مش الأم لما بتقول حاجة بيكون عندها إحساس كده إحنا ما نعرفش وبيجي منين رباني بتكون على حق ولا لا؟ أسئلة كتير قوي في حكاية هاجر هنجاوب عليها بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة